السلام عليكم معكم اتمنى انكم تكونوا بألف ألف ألف خير سنة 2022 كانت مليئة بالمسلسلات الكورية الرائعة كان صراحة صعب اختيار افضل خمس مسلسلات كورية لسنة 2022 لكن قد اضطر لعمل جزء ثاني لا تنسوا ان تشاركونا افضل المسلسلات الكورية التي شاهدتموها لسنة 2022 وان كنتم من عشاقة دراما الاسيوية واي شيء متعلق باسيا لا تنسوا دعم القناة باللايك وبالاشتراك وبدون ما اطول عليكم يلا نبدأ بالمرتبة الخامسة Through the darkness نوعه جريمة وغمض عدد الحلقات 12 حلقة تدور احداث المسلسل حول جرائم قتلى روعت ساكنة سيول وعن محقق اسمه song مش هذا المحقق هذا المحقق وايضا هذا المحقق اسمه موري كوغورو المهم يحاول المحقق song قراءة عقل هذا القاتل المجرم والقبض عليه والان ننتقل للمرتبة الرابعة 25-21 نوعه رومانسي ودرامي عدد الحلقات 16 حلقة المسلسل جيد لكن نهايته سيئة نهايته إذا كنتم من محبين نهاية السعيدة ابتعدوا عن هذا المسلسل تدور احداث المسلسل حول الطائبة في الثانوية اسمها ناهيدو وهي عضوة في فريق المدرسة للمبارزة وبسبب ازمات مادية يتم الغاء فريق المدرسة بعد ذلك تصبح عضوة في فريق المبارزة الوطني حبيبها اسمه ييجين بسبب أزمة مالية يعلن والده الإفلاس وهذا يقلب حياة ييجين رأسا على عقد بحيث كان يعيش حياة رفاعية والان أصبح فقير وأصبح مضطرا أن يعمل أعمال مثل توزيع الجرائد بعد ذلك يصبح مراسل رياضي جميل أن يكون الشاب يعاني ماديا والفتاة تعاني ماديا الحب الحقيقي نعم والآن ننتقل للمرتبة الثالثة The Glory نوع انتقام عدد الحلقات ثمانية هذا المسلسل المحبي الانتقام يعني لو جبت صفر في اختبار شاهد هذا المسلسل تدور أحداث المسلسل حول تلميذة في المدرسة تتعرض لتنمر شديد جدا من طرف أحد التلاميذ تحولت حياتها لجحيم بسبب هذا التنمر وبسبب هذا التنمر وهذا الجحيم تتوقف عن الذهاب للمدرسة بعد مرور صنين تصبح معلمة وعندها خطط للانتقام من هذا الشاب الذي جعل حياتها بؤس هذا الشاب المتنمر في الماضي تزوج ولسوء حظه رزق بولد وهذا الولد سيصبح عرضة لانتقامها والآن ننتقل للمرتبة الثانية Extraordinary Attorney Woo نوعه درامي ورومانسي عدد الحلقات 16 حلقة القصة عن شابة اسمها تعاني من مرض التوحد لكن عندها ذكاء خارق وذاكرة حديدية لا تنسى أبدا أي شيء تراه لكن عندها مشاكل في التواصل مع الناس تبدأ العمل كمحامية في شركة كبيرة تحول القضايا بمهارة عالية بالرغم من نجاحها في حياتها العملية لكن حياتها الشخصية والتواصل مع الناس سيء جدا الجميل في هذا المسلسل هو أن القصة جميلة ودافئة فيها دراما وكوميديا ورومانسية والأفضل من كل هذا نهايتها جميلة والآن ننتقل للرقم واحد أفضل مسلسل كوري حسب رأيي الشخصي لسنة 2022 أعطني درام رول Under the Queen's umbrella عدد الحلقات 16 حلقة نوعه تاريخي وكوميدي مسلسل كوميدي ومضحك وببساطة عن علاقة الأم بأبنائها قصص المسلسل ببساطة عن ملكة اسمها هاوري يونغ مش هاوري يونغ وكي أي ملكة تتصرف بلا باقة وكرامة وشرف لكن عندها أبناء مثيري المشاكل لازم شوي التأديم تحاول الملكة كل ما في وسع لأعادة تأديم الأمراء لأن أحد منهم سيصبح الملك في المستقبل ولازم أن يكون لبق وتكون عنده شخصية الأمير والملك اللي سوف يحكم المملكة وصلنا نهاية فيديو اليوم أتمنى أن يكون نعلجاكم أتمنى أنكم تعطوني آراءكم في التعليقات وعن أفضل المسلسلات الكورية اللي شاهدتموها لسنة 2022 وأيضا اقتراحاتكم ولا تنسوا دائما دعنا القناة باللاعك وبالاشتراك وتشير وأعراءكم في فيديو القادم إن شاء الله